في كل عام تتعرض الكثير من الحيوانات لخطر الانقراض أصناف منها كان يعتقد في السابق أنها انقرضت إلا أنه لحسن الحظ عثر على بعض أفرادها ورغم أن هذا يمثل خبرا سارا إلا أنه لا يعني أن خطر الانقراض قد تلاشى لنتعرف معا على أبرز الحيوانات التي هددت بالانقراض قرد كولوبوس الأحمر أدرج هذا القرد النادر على اللائحة الحمراء للانتحاد الدولي لحماية الطبيعة باعتباره حيوانا مهددا بالانقراض سنة 2015 شهدت بعض أفراد من هذه القرود للحمراء في الكونغو رغم أنه كان في السابق يعتقد أن هذا القرد قد انقرض ويطلق على هذا الأمر خطأ روميو أي عندما يتم الإعلان على انقراض حيوان من الحيوانات بينما لا يزال على قيد الحياة سلحفات فرناندينا العملاقة أدرجت هذه السلحفات العملاقة على القائمة الحمراء سنة 2019 عثر على سلحفات عمرها يزيد عن ماءة عام في جزيرة فرناندينا بالإيكوادور وكان الباحثون قد اكتشفوا هذا النوع من السلاحف عام 1906 عندما عثروا على العنصر الحي الوحيد من هذا النوع والذي مات على الفور لسوء الحظ لذا اعتقدوا أن هذه السلاحفة قد انقرضت حيوان تشاكونا البكاري تعد من دقة غران تشاكو المقسمة بين باراقواي وبوليفيا والأرجنتين موطنا لهذا الحيوان اعتقد الباحثون أن هذا الحيوان قد انقرض عندما عفروا على حفرية له عام 1930 بيد أنه ثبت خطأ هذا الاعتقاد في سبعينيات القرن الماضي وكان السكان الأصليون في هذه المنطقة يعرفون أن هذا الحيوان لا يزال على قيد الحياة ورغم ذلك لا يزال هذا الحيوان في دائرة الخطأ طائر ستار فلونتريت الساحر يعيش هذا الطائر ذو المظهر الساحر في مرتفعات جبال الأنديس بكولومبيا ولسنوات طويلة كان الباحثون يعرفون هذا الطائر فقط من عينة موجودة في أحد المتاحف لذا اعتقدوا أن هذا الطائر الخلاب قد انقرض بيد أنه في عام 2004 عثر عليه ورغم تزايد أعداده إلا أنه ما زال معرضا لخطر الإنقراض الضفدع المهرج الضفدع المهرج من الأنواع المهددة بالانقراض يعيش بشكل أساسي في كوستريكا عثر على هذا الضفدع مرة أخرى عام 2003 بعد سريان اعتقاد خاطئ بانقراضه ورغم فرحة الباحثين في العثور على هذه الكائنات مرة أخرى بعد اعتقادهم في السابق بانقراضها إلا أنهم يؤكدون الحاجة إلى بذ الجهود للحفاظ عليها وأنت ما هي أغرب الحيوانات التي تعرفها مهددة بالانقراض